موسيقى نشرة الأخبار مع نهي صبي موسيقى هذه نشرة خبرية نهلا بكم وتسابعون في أفرازها موسيقى الكظمية عهد بإجراء انتخابات نازهة وعادلة ويؤكد جدية الحكومة بمحاربة السلاح المنفلتة موسيقى حملة استنكار وتنديد بتكرار عمليات اغتيال الناشطين والصحفيين وقوات الأمن تستنفر جهودها بحثا عن الجنات موسيقى تواصل المواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في القدس ومجلس الأمن يعقد جلسة طارئة اليوم موسيقى 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 أهلا بكم إلى التفاصيل تعهد رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكظمي بإجراء انتخابات نازهة وعادلة وأيضا عدم تكرار أخطاء أمنية مؤكدا أنه قرر الإنسحاب من الانتخابات منذ اللحظة الأولى السيد الكظمي وخلال لقاء متلفز مع عدد من القنوات الفضائية أكد أن الحكومة جادة بمحاربة السلاح المنفلتة كما كشف عن تحقيق لجنة مكافحة الفساد نتائج مهمتي أطاحت برؤوس كبيرة لحيتان الفساد مشيرا إلى أن اللجنة لديها أكثر من أربعمائة ملف غسيل أموال أنجزت ما يقارب تسعة وثلاثين قضية منها اللجنة قامت بعمل جيد جدا وأطاحت برؤوس كبيرة من حيتان الفساد ومن عام اللجنة قامت بعملها برغم كل الظروف والاتهامات بانتهاقات حقوق الإنسان واتهامات فاء الزربيان والسلطان كلها يثبت أن الدعاء العام ويثبت القضاء أنها عبارة عن أكاذيب أنا ناشط سابق بحقوق الإنسان وملتزم بكل معايير من غير معقول أن أحضر ضحايا صدام حسين أن أصبح لنفسي أن أقبل هناك يكون ضحية في عهدي أبداً لن نقبل بالظلم ولكن دائماً هناك مستفيدين نجحوا بتشويه صورة عمل اللجنة في البداية ولكن فشلوا عندما تم لطاحة بحيتان كبيرة والكل قام يقتنع بعمل اللجنة والآن الجميع بدأ يدعم عمل اللجنة واللجنة إن شاء الله تقوم قريباً بتقديم تقريرها عن ما تم إنجازة في الأشهر الماضية سألتك عن الأعداد دولة الرئيسة الأعداد بكل صراحة بالعشرات الملفات بالمئات في غسيل المال أكثر من أربعمائة ملف وهناك تسعة وثلاثين قضية تم إنجازة أعداد كبيرة جداً وتشمل منظفي في الدولة وتشمل بعض الناس استغلوا وجودهم ومحسوبيتهم الحصول على بعض ابتيازات أو ابتزاز كثير من منظفية الدولة العراقية الكاظمي بيّن أن الحكومة مستمرة في الكشف عن المتورطين بالاغتيالات التي طالت المتظاهرين والنشطين السيد الكاظمي خلال اللقاء التلفزيوني مع عدد من القنوات الفضائية أشار إلى أنه تم تشكيل لجان تحقيقية من القضاة لبحث الأحدث التي رافقت التظاهرات وستعلن نتائجها حلاء إنهاء تقريرها كان هناك حادثة شهر الطيران اشتشد به اثنين من شبابنا ولدنا وعندنا الناس بالتحقيق خلال 72 ساعة التحقيق إنجز عمله في أقل من 24 ساعة وكان هناك اشتشاد المتظاهر في البصرة اللجنة وفت بالالتزام بالتاريخ المحدد لإنجاز التحقيق خلال 24 ساعة وتم إنجاز التحقيق خلال ساعات وتم القال قبض على القتلة وكذلك في الناصرية في الأحداث الأخيرة في ناصر التحقيق وتم القال قبض على من أطلق الناعم المتظاهرين فيما يخص مظاهرات الأحداث حصلت في أكتوبر عام 2016 التزمنا بالوفاء بإحصاء عدد الشهداء وإعتراف بهم كالشهداء وقدمنا قرار بمجلس وزراء وفلال بللمان لإعتبار الشهداء والحصول على كافة حقوق الشهداء وكذلك أحصاء عدد الجرحة ورسال بعض معهم لعلاج خارج عراق من يحتاج علاج خارج عراق المرحلة الثالثة هي لجنة تحقيقية شكد لجنة تحقيقية من مجموعة قضاء مهنيين متقاعدين يقومون على مدار الساعة بمهمتهم في اللقاءات والبطء عن ما حصل هذه اللجنة تقوم عملها بكل هدوء وننتظر معها تقرير حال انتهاء التحقيقات هذه التحقيقات تحتاج أن تكون عادلة وتحتاج أن تكون منصفة ولهذا السبب أحتاجت تكون وقت طويل لإعلان النتائجها سوف نعلم النتائج من جلد من ينتهي تقرير اللجنة أما في مخص الجنات تم القال قبض على مجموعة الجنات قاموا بمجموعة اختيالات المتظاهرين وغير المتظاهرين وإشارهم هي فرق الموت في مدية البصرة التي قامت باختيالات لجملائكم الصحفين في مدية البصرة لم يلقى قبض عليهم وكذلك لم يلقى قبض على مجموعات أخرى قامت بقتل المتظاهرين والقيام بعملات جرامية بكل تأكيد سوف نستمر بالتحقيقات وسوف نعلم نتائج حال انتهاء من التحقيق هذا واتر رأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام لقوات المسلحة سيد مصطفى الكظمي اجتماعاً أمنياً موسعاً ضمن عدد النأم من الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية سيد الكظمي شدد على أهمية التنسيق المشترك بين القيادات الأمنية وبذل أقصى الجهود من أجل استثباب الأمن وتحقيق الاستقرار وحماية مصالح المواطنين ومواجهة كل ما من شأنه أن يعكر صف الأمن في عموم العراق فيما اطلع على أرض قدمته القيادات الأمنية بخصوص لضع الأمنية في البلاد والعمليات الاستباقية لملاحقة العصابات الإرهابية والخلايا النائمة وخلال جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية وجه سيد الكظمي وزارة الداخلية بسرعة الكشف عن قتلة الناشط المدني إيهاب جواد الوزني السيد الكظمي قال إن المجرمين أفلسوا من محاولات خلق الفوضى واتجهوا إلى استهداف الناشطين العزل مؤكداً أن القانون سيحصبهم مثل ما سقط أخرون في قبضة العدالة من قبل وضفن قتلة الناشط الوزني مواغلون في الجريمة وسيتم الاقتصاص من كل مجرم يعبث بالأمن العام كما أشر نظم إلى أن رئيس الوزراء توعد بالوصول إلى منفذ جريمة الاغتيال مثل ما وصلت الحكومة إلى الجنات في البصرة مبيناً أن هناك توجيهاً برعاية عائلة الشهيد الوزني الذي رحى ضحية الاغتيال حادثة الاغتيال لأحد الناشطين في كربلاء المجرمون ما زالوا يقتلون الناس غيلة في مدن العراق وكان هناك توجيه لوزارة الداخلية بمتابعة التحقيق وبسرعة وكان هناك وعد مثل ما وصلت الحكومة إلى الجنات في البصرة ستصل إلى هؤلاء المجرمين في كربلاء وأيضاً هناك توجيه برعاية عائلة الشهيد إيهاب الوزني الشاب الذي رحى ضحية هذا الاغتيال المجرم هذا وشيغاءها لكربلاء المقدسة جثمانا ناشط الشهيد إيهاب الوزني إلى مثوه الأخيرة وأن الدداء المشاركون في التشييع الذي شارك فيه الألاف بعملية الاغتيال مطالبين الأجهزة الأمنية بمراحقة المتورطين والكشف عنهم لينالوا جزائهم أمام القانون والعدالة عملية الاغتيال ادخلت الأجهزة الأمنية في المحافظة في حالة إنذار واستنفرت قيادة الشرطة جميع جهودها بالبحث عن المتهمين القتل للقصاص منهم عشائر كربلاء المقدسة استنكرت جريمة اغتيال الناشط إيهاب الوزني فيما دعت المحتجين إلى ضبط النفس لدار الفتنة نستنكر وبشدة حادث الاغتيال في كربلاء المقدسة بحق الناشط إيهاب الوزني اثنين نطالب من الحكومة المركزية والمحلية تقديم الجنات بأسرع وقت ممكن لينالوا جزاهم العادل ندعو أبنائنا المتظاهرين إلى ضبط النفس وعدم المساس بأمن المحافظة ولا يسمح بقطع الشوارع والتخريب وإثارة الفوضى وتعطيل الدوام والمؤسسات وتعطيل حركة المواطنين بما يخل بأمن المحافظة كشف رئيس اللجنة الأمنية في الدوانية المحافظ زهير الشعلان عن توصل الخليلات الأمنية التي شكلتها الحكومة المحلية لمعرفة ملابسات حادث استهداف الصحفي أحمد حسن لخيوطنا وليا حول الفاغالين وقال شعلان إن القوات الأمنية فرضت إجراءات مشددة على حدود المحافظة مبينا أن تحقيق ما زال مستمرا ومن جانبه أعلن قائد شرطة الدوانية لوحيدر حسن عن تشكيل فريق عمل للتعرف على مرتكب حادث إطلاق النار الذي استهدف لإعلام أحمد حسن وإلقاء القبض عليهم هذا وأعلن الكادر الطبي التخصصي في مستشفى جراحة الجملة العصبية في بغداد عن الانتهاء من عملية الصحفي الزميل أحمد حسن بنجاح وإخراج الرصاصة من رأسه ونقله إلى العناية المركزة وتعرض حسن لإطلاق نار أمام منزله عندما كان عائدا من بغداد حيث إن مسلحا كان بانتذاره أمام داره وأطلق النار عليها وفر بعدها إلى جهة مجهولة لتقله سيارة كانت بانتذاره دون معرفة الدوافع وهوية الجاني وجه وزير الداخل يصنن الغانمي القيادة الأمنية وتشكيلات الوزارة بالتنسيق والتعاون والتوصل لتعزيز الأمن وتحقيق الاستقرار في محافظة كاركوكا الغانمي توعد أثناء ترأسه اجتماعا في قيادة المقر المتقدم في كاركوكا بحضور نائب قائد العمليات المشتركة باتخاذ إجراءات رادعة بحق من يخالف القوانين وتعليمات والتوجهات مؤكدا حرص الحكومة على تحقيق أمن المواطن وترسيخ الأمن والاستقرار في عموم مدن العراق من جنبه أكد محافظ كاركوك دعمه جميع خطوات القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية وقيادة العمليات المشتركة وإسناد القوات الأمنية في جميع حدود المحافظة لفرض الأمنة تم عقد فور وصول الوفد اجتماع مهم مع القيادات الأمنية وبحضور محافظ كاركوك هذا الاجتماع مهم جدا هناك توجهات هناك أوامر هناك وصايا وعطيت إلى القيادات الأمنية وكذلك أيضا ما حدث من بعض الخروقات الأمنية أيضا هناك عمل كبير وتوجيه كبير من قبل معالي الوزير وكذلك القيادات الأمنية كقيادة العمليات المشتركة إلى السيطرات وإلى العمل على تذليل كثير من المشاكل التي يعاني منها المواطنون التأكيد على تفاعل القوات الأمنية مع المواطنين والعمل المشترك فيما بينهم وكذلك أيضا الاستمرار في عمليات الملاحقة والبحث والتفتيش عن بعض الحقيقة كما تعلم القيادات الإرهابية التي قد تتواجد في بعض الأماكن كشف وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني انخفض منصوب المياه في السدود العراقية من الجهة الإيرانية إلى 90% الحمداني في حادث للإخبارية دعا وزارة الخارجية لأخذ دورها في مخاطبة الجانب الإيراني للتوصل إلى حل المعلومات المتوفرة لدينا أن الخزين في السدود الإيرانية انخفض إلى 30% في حين الخزين في السدود العراقية من جهة الإيرانية انخفض إلى 90% فهذه عدم عدالة في توزيع الضرر يجب على الجانب الإيراني أن يعمل على إطلاق كميات بما يسهم تقاسم الضرر أي أنها ليس من حق إيران أن تستحوذ على المياه وتترك العراق بدون أي إطلاقات هذه حقيقة مخالفة كبيرة لكل المعايير الدولية يتطلب على وزارة الخارجية أخذ دورها لأننا خاطبنا الجانب الإيراني عن طريق وزارة الخارجية لغرض عقد اجتماع هذه منذ أكثر من سنة والعديد من المخاطبات ولكن للأسف لن نتلقى استجابة من الجانب الإيراني لعقد مثل هذا الاجتماع تراجع ملحوظ في نسب زراعة محصولي الحنطة والشغير في ديالة جراء انخفض مناسب المياه ما تعى مزارعية المحافظة لمطالبة الحكومة بإيجاد حلولنا تسهم في إنقاذ الموسم الزراعي والأراضي التي زرعت مسبقا قد يكون الفلاح أو المزارع قادرا على سد النقص الحاصل في الأسمدة أو المستزمات الزراعية الأخرى للحفاظ على مستوى منتوجه المحلي لا سيما محصولي الحنطة والشعير لكن هل لديه القدرة الكافية على اجتياز أزمة مياه الري؟ الانخفاض الملحوظ لمنسوب مياه نهر ديالة يلقي بأثار سلبية واضحة على حجم المنتوج المحلي لمحصولي الحنطة والشعير لهذا الموسم في محافظة ديالة تراجع ملحوظ لهذا المنتوج حسب الفلاحين والمزارعين إذا ما قورنا بحجم محصول الموسم السابق محصول السنة تعبان بشكل السنة مي ماكو أصلا يعني نهائيا هو مطر قليل ماكو مطر أهنطاش تقريبا سبع وزنات السنة مجيب حتى ست وزنات مجيبها إذا عشرين دونم أحسبها إلى مثل ستتحش دونم يعني همي أنه تجي إليه وإلى الفلاح أنا أدري أنه بركتها قليلة بس شو سواني أسايا سابقا بالسعر مال الحاصدة لأن قطع الغيار غالي مالحاصلات السنة معاناة تلوى معاناة تثقل من كهل أصحاب الأراضي الزراعية لا سيما مزارع هذين المحصولين الرئيسيين الحنطة والشعير في ديالة تجسدت بانحسار مياه السقي لتشتت أفكارا وخطط زراعية لمزارعين بسطة متخذين من الزراعة مصدر رزقهم الوحيد هسة أكثر مات حتى ما ينحصد وأكو منا نص حبايا صارت بيه لأن مي ماكو ما وفروا لنا مي وانطونا هم مخطة وزرعنا ولكن ماكو مي فهل عجبا هل يعوضونا كنا مخططين لهذا الصيفي المخضر اللي زرعنا هسة زرعنا هيك مخضر بسيط وما توقعين هم ماكو مي هم راح يموت للعراقية الأخبارية شاكر الويندي ديالة سيطرت فرق الدفاع المدني على حريق اندلع داخل معمل للعصائر شمال شرقية العاصمة بغدادة بيان للدفاع المدني أوضحان الحريق اندلع فجر اليوم واستمرت عمليات إخماده خمس ساعات حيث طوقت فرق الادفاع النيران التي اشتعلت داخل كميات هائلة من الكارتون واسكيبات خشبية داخل المعمل المشيد من طابقين بمساحة 2500 متر مربع هذا وتم فتح تحقيق في مركز الشرطة بالاعتماد على تقرير خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلع الحريق تركت الحرائق التي طالت مزارع القمح في النجف الأشرف أثرا سلبيا على المزارغين هناك جهد ضعى بشرارة تمت بفعل فاعل أو غيره مواطن تحدث للإخبارية عن معاناته بعد أن فقد محصوله بعد أشهر من التعب والتكاليف الكبير افترش الأرض وعينه إلى السماء آملا برحمة تنتشله من فقره المدقع إنه المزارع الصباح الذي لا يملك سوى عشرة دوانم احترقنا عن بكرة أبيه في حريق مشخاب الذي طال مساحة 50 دونم من محصول الحنطة ولا يعرف الأهالي أسباب الحريق الذي نشبه في أراضيهم المجروعة لكنهم يستبعدون أن يكون متعمدا يعني الحريق الذي حصل في هذه المنطقة والمحاصيل التي أتلفت هي لم تكن بفاعل سياسي أو فاعل فعل لربما هناك بعض الآليات التي كانت متواجدة أو بعض الأخوة المتواجدين بغير قصد قد حدث من عندهم فتشيء أدى إلى حرق هذه المنطقة المزارعون أثنوا على جهود الدفاع المدني في إخماد الإيران مطالبين وضع فرق الإطفاء قرب مناطقهم من أجل سرعة الاستجابة فإحنا اللي نطلب من أخوانا جماعة الدفاع المدني بالمواسم اللي تجينا إن شاء الله هيئونا مفارس بالمناطق الزراعية حتى تكون قريبة من المناطق الزراعية كما طالب آخرون بتعويضات مادية للمزارعين في ظل مثل هذه الكوارث نحن ناشد الحكومة أنه لازم يكون تعويضات هذه العملية كأنه كارثة طبيعية والآن أدري أنه حتى مسجلة بالموازنة أنه بالكوارث يتعوض المواطن ونحن ناشد الحكومة بهذا التعويض من النجاة في الأشرة المنتظر الشريفي العراقية الإخبارية الأدخلة المتصاعدة من عمليات حرق النفايات في منطقة الطمر الصحي في تكريت والتي باتت تشكل خطرا صحيا كبيرا دفعت أهالي القضاء لمطالبة الحكومة المحلية بإيجاد حلول عاجلة تضع حدا لمعاناتهم المستمرة منذ سنوات معاناة كبيرة يعيشها أهالي حي الزهور وحي الأنواء في مدينة تكريت بسبب الروائح الكريهة التي تنبعث من منطقة الطمر الصحي القريبة من أحيائهم وطالبين الجهات المسؤولة لوضع حل هذه المشكلة التي أرقتهم لسنين طويلة هاي صار تقريبا فضل أربع خمس سنوات يعني الطمر الصحي الحرق والدخان يعني المنطقة كلها متأذية من هذا الشي يعني الدخان عندنا يبدي من المغرب لحد الليل احنا مختين قيوم بالذات بالصيف بالصيف مبردات تسحب يعني الشارع حالما ينفوت من عنده بالليل مسؤول الطمر الصحي في بلدية تكريت نسبت آخر تحويل منطقة الطمر الصحي إلى خارج حدود بلدية المدينة إلى عدم توفر تخصيص مالي لذلك مؤكدا أن هناك بعض المتجاوزين من من يقوم بحرق النفايات ليلا لعدم وجود تقطة حراسة قريبة لمنطقة الطمر الصحي هو حقيقة طمر الصحي في موقعنا الحالي اللي هيدا شاهدوه انتو هو موقع غير يعني موقع غير رسمي بل لا وجد مدينة مكان في الوقت الحاضر لردم النفايات اللي هي تخص المدينة وهسا عندنا محطة وسطية كملوها بعد ان شاء الله بلدية السامرة والدور وتكريت والعلم فهذا الموقع صار بذاك الصوب فإن شاء الله يعني أيام قريبة إذا تعرفون بها تكاليف والتكاليف يعني تكاليف هائلة وليس مبلغ ما التذب بآليات وموقع وحفر يعني لازم يرادة كمية يعني فلوس هواية تأخر إنجاز الكثير من المشاريع الخدمية ولأسباب متعددة تسبب في خلق معاناة كبيرة لكثير من مواطني مدن المحافظة للقناة العراقية الإخبارية صالح حسام الرائي صلاح الدين اندلعت فجر اليوم مواجهات عنيفة في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح في القدس عقبة مهاجمة المستوطنين الحي ومحاولة اقتحامه الشرطة الإسرائيلية أطلقت الغاز المسير للدموع ورصاص المطاطي وقنابل الصوت داخل المسجد بعد أن احتشد عدد كبير من المصلين في باحات المسجد للتصدي لاقتحام المستوطنين وبحسب الهلال الأحمر أدت المواجهات مع القوات الإسرائيلية حتى الآن إلى إصابة نحو مائتين فلسطينية داخل المسجد الأقصى ومحيط البلدة القديمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطنيو جوتريتش دعا إسرائيل للالتزام بأقصى درجات ضبط النفس واحترام الحق في حرية التجمع السلمي وذلك في ظل ارتفاق التوتر في القدس الشرقية المحتلة جوتريتش عبر عن قلقه العميق إذا استمرار العنف واحتمال طرد عائلات فلسطينية من ديارها مطالبا إسرائيل بضرورة وقف أعمال الهدم والطرد مجلس الأمن الدولي سياقد اليوم جلسة طارئة لمناقشة الوضع في مدينة القدس المحتلة وقال دبلوماسيون إنما يقارب ثلثي الدول الأعضاء بالمجلس البالق عددها 15 طلبت عقدة هذه الجرسة وكان رئيس الفلسطيني محمود عباس قد طلب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته الكاملة لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني ومقدسته وتوفير الحماية له محملا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية اجتماعا غدا لمناقشة تطورات الأحداث في مدينة القدس كما سيعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي غدا أيضا في حين قرر البرلمان العربي يقضى جلسة طارئة الأربعاء المقبل في القاهرة لمناقشة الانتهاكات المستمرة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة واقتحامها المسجد الأقصى المبارك واعتداءاتها المتكررة على الشعب الفلسطيني هذا وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قد دعا البرلمان العربي إلى عقد اجتماعا طارئ لبحث أحداث القدس والخروج بموقف مشترك وقرارات حاسمة أعلن البيت الأبيض عن فرض حالة الطوارئ في سبع عشرة ولاية إضافة إلى واشنطن بعد تعرض أكبر خط نبيب وقود لهجوم إلكتروني وبحسب وسائل أعلام أمريكية فقد أسفر الاختراق عن إغلاق خمسة آلاف وخمسمائة ميل من الخط الذي ينقل خمسا وأربعين بالمئة من امدادات الوقود شرقي الولايات المتحدة ويعني إغلاقه الحاجة إلى نقل الوقود برا أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل ستة أشخاص في ولاية كلورادو بعد أن فتح مسلح النار في إحدى حفلات عيد الميلاد وكان مطلق النار المشتبه به صديق إحدى الضحايا في الحفلة وقالت الشرطة إنه دخل إلى مكان الحادث وفتح النار قبل أن ينتحر أعلن الأسطول الخامس الأمريكي مصادرة شحنة ضخمة من الأسلحة غير القانونية على زورق مجهول في المياه الدولية لبحر العرب وأضح الأسطول في بيان له أن شحنة تضمنت العشرات من الصواريخ الروسية المتقدمة المضادة للدبابات وآلاف البنادق الهجومية الصينية أكد المتحدث باسم الخارجيات الإيرانية سعيد خطيب زادة للمرة الأولى وجود مباحثات سعودية إيرانية وأقل زادة في تصريحات صحفية إن المحادثات ركزت على القضايا الثنائية والإقليمية مشددا على أن نزع فتيل التوتر يصب بمصلحة إيران والسعودية في المنطقة كان الهدف من المحادثات مع السعودية تنائي وإقليمي لطالما رحبنا بهذه المحادثات على أي مستوى وبأي شكل وهذه ليست سياستنا الجديدة دعونا ننتظر ونرى نتائج هذه المفاوضات ونحكم عليها بناء على ذلك من السابق لأوانه التعليق على تفاصيل المحادثات قبل الختام هذا تذكير بلا برزا الكاظمية أهد بإجراء انتخابات نازهة وعدلة ويؤكد جدية الحكومة بمحاربة السلاح المنفلت حملة استنكار وتنديد بتكرار عمليات اغتيال النشطين والصحفيين وقوات الأمن تستنفر جهودها بحثا عن الجنات تواصل المواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في القدس ومجلس الأمن يعقد جلسة طارئة اليوم شكرا لكم ودمتن بخير شكرا لكم